موسيقى عاطية الله نتابع هذي التسديد القوية والتي كادت انتغالت الحارس ونسا نتابع هذ المبرأة ونسا نتابع مرة أخرى قرع الياه خطيرة جدا هذي المحاولة وكانت خطيرة هذي المحاولة فريق نهضة بركان ومجيد مختار يتدخل ضغط بفريق نهضة بركان وكان هناك سناتة من دفاع ومن الحارس مجيد مختار هامين الكاس يبحث عن التسديد حمدي العشير يسديد تسديده كانت خطيرة حمدي العشير لاعب شيد حمدي العشير تابعه رفع الكرة منشت عيد على مرمى الحارس مجيد مختار رغم التغذية لكامبيا لعب المرازيلي كلاوديو هتحاول الآن لهجمة ومدارة خطيرة سلمان ودحاج بلالباريو العارضة هجمة كانت مرسقة والعارضة تنوب عن الحارس مجيد مختار دائمًا داخل الآن لصالح فريق نهضة بركان خطيرة جدًا وتدخل اللعب وترى إذن هجمة كانت خطيرة لفريق نهضة بركان إذن هجمة خطيرة لفريق نهضة بركان كادت أن تعطي الهدف الأول ودائم المحاولات مستمرة من فريق نهضة بركان من أجل تسجيل الهدف راقينا الحكم يرفع رايا معلنا عن تسل الفدر في المحاولة الأخيرة لفريق نهضة بركان مرة أخرى تسجيل الخطورة تبقى لفريق نهضة بركان قائمًا لصالح فريق أولمبيك أسا فيه كل يوم يريد خطيرة جدًا وكمال أيك حاج كمال أيك حاج يضيع في طريقة غريبة هذا الهدف يضيع هدف محقق وجه لوجه مع الحرس كاربيلا يونس سنتابع هذا التوخل الجيد تونيو مايوري يستطي المتار التجينة كانت بتان عن الحارس وشاهدوا كمال أيك حاج ستد في جهة معينة عن الحارس رغم أنه كان في مقربة ولكن كذلك حاج يضيع فرصة سريحة للتسجيل وفي بواع عادي الله يحيى خطيرة جدًا خطيرة جدًا كان بنا أجوم جيد كان بنا أجوم جيد تربط خطا تقول عليها وتدخل الحرس وفرصة كمالي يتحاج تأخر في التسجيل وتعود لكن تضيع هذه المحاملة وسط صبار وليد حشام قمائي الصورة لا تحتاج لتعليم بقمعة الحال كان يمني نفس في أن يسجر دي المحاولة نشاهدوا الإبعاد قمعة الحال فريق رادة بركان من عنده غيابات كثيرة لأن برسة حرصة منطق قرقليمس يأخذ فرصة وبالتالي يحتاج لوقت قرق العليا تعود مرة أخرى لحمز الرقريقي سنتبع وتمر جانبا بطريقة وبذلك أعطق فريق دي المحاولة خطيرة بدات وجد توقف الى المرة الاخرى توني واتداب عالية تداب عالية دي المحاولة زنية انس توني اومايوري رقينا الى المشاهدنا الآن افصل واتعب عالية انا الى المشاهدنا الافصلوا متابع عالا الرقمية اوووووووو انا دفت انا دفت انا دفت انا دفت لفريقة او لمبك هاسا فيك إذن فريق قلبك أسفيك البداية قوية من خلال هذا الركيا ويسجل الهدف الأول إذن فرحة أنصار فريق قلبك أسفيك بعد تشير هذا الهدف عطي الله يحيا ارتكاء ودد دمر ما يسجل ناعم فريق يسجل الهدف الأول فنسا نتابع ركميا فنسا نتابع هذه محاولة خطيرة جدا سلمان ود الحفج كان قريب فنسا نتابع ضربة مرمى المشاهدنا الكرام عاطي الله يحيا محاولة خطيرة جدا وفرصة تسجيل الهدف التالي وارتباك في دماء فريق مادة مركان ارتباك في دفاع سنتابع ارتباك في دماء فريق محاولة جدا كوفي بوا يسجل الهدف التالي وفرحة لأنصار الهولابيك هذا الهدف التالي الذي سيعطي انتقاء سيعطي التالي لفريق أولابيك ما سفيه من أجل ضمانة تلتقاء المدينة من المرارات في بوا الفريق الجيد يسجل ويضيف الهدف التالي بعد أن كانت سجل محمد فرحان في الدماء وبالتالي مشاهدنا الكرام هدف التالي في فريق أولابيك لا سفيه الهدف التالي لنقول بأنه تنفس السعداء يسجل هذا الهدف وبالتالي فريق أولابيك أسفي فريق في السجل الهدف التالي يسجل وسط نشمو كوفي بوا أمانيا أتوقي فريق أولابيك أسفي المنطقة يسجل بأنه او يو 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 على السيناريو على عدب التالية عن مدفع جمريل وترى يسجل العدب التالية بفريق ولبك اسمية الضغير بطريقة زيدة فعرفنا ارتكاء جيد ارتكاء جيد في شمريل وترى اما بالرقراجي ومن التالية العدب السورجرة في مرحل اسكا تربيلا يونس اكيد بفريقنا ذات مركان يراها في المباريات هذا لا بحكة ومع التبديلات سعين في الفريق للأساسيين المغادمين على هذه المبارات لكن بطبيعة الحال اكيد بان وهذه كرة القدم الفريق لدي السحقك كبير وكبير جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة